كما أشهد عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بالإعلان عن تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل ووصفوها بأنها خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة قال عضو الكونجرس دينفر ريغلمان إن إعلان تأييد السلام خطوة كبيرة إلى الأمام نحو السلام في الشرق الأوسط كما رحب براين بابين بالاتفاق باعتباره بالغ الأهمية لاستقرار الشرق الأوسط قالت السيناتور كيلي لوفلر إن الإعلان هو خطوة تاريخية أخرى نحو سلام واستقرار أكبر في منطقة الشرق الأوسط وعلق عضو الكونجرس أليس الهستينجر إنه يرحب بخبر إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل وضاف أن الإعلان خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام من أجل سلام طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط وأعلن السيناتور توم كوتون أن الاتفاقية بين البحرين وإسرائيل هي خطوة حيوية نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط ورحب النائب ماريو دياز بلارت بالإعلان مشددا على أن تعزيز العلاقات هو خبر جيد للعالم ولمن يرغبون في السلام وخبر سيء للإرهابيين أما النائب تيم بورشيت فقد وصف إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل بأنه يمثل تقدما نحو تحقيق السلام والاستقرار السلمي في منطقة الشرق الأوسط ورحب سيناتور جون هوفن بالعلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البحرين وإسرائيل وقال نحن نقدر جهود البحرين وإسرائيل للتوصل إلى هذا الاتفاق بالإضافة إلى العمل الدبلوماسي القوي لإدارة ترامب كما غرد النائب غريغ ستيوب قائلا مثل هذه الاتفاقات تمهد طريق السلام في منطقة الشرق الأوسط وشاد النائب دارين سوتو بإقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قائلا إنه تقدم مستمر ومهم من أجل السلام في المنطقة وقال النائب ديفيد شويكارت إن الاتفاق سيعود بالإيجابة للمنطقة بأسرها فيما قال النائب ليزيلدن إن الاتفاقية تمثل تقدما مستمرا في مهمة السلام والتي كانت بعيدة المنال لفترة طويلة جدا كما عبر النائب تشاك فليشمان عن صعادته برؤية خطوات نحو السلام ورحب النائب مايك وولتز بالإعلان باعتباره صفقة كبيرة من أجل السلام للأبد وقال السيناتوريك سكوت إن الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل هي لحظة تاريخية تهدف إلى إنهاء عقود من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وقال الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية ديفيد هاريس إنهم يرحبون بالتغييرات الحاصلة في الشرق الأوسط التي تسعى لمزيد من السلام والتعاون والازدهار التنفيذي لحظة اشتركوا في القناة حقياً اشتركوا في القناة